أهلا بكم في الوحدة التاسعة من كتابنا اللغة العربية أربعة موضوع درسنا اليوم أسلوب التعجب في اللغة العربية أسلوب التعجب هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الانفعال لأمر ما يعجبا به أو حيرة واستغرابا أسلوب التعجب المباشر يأتي على صغتين وهما ما أفعله وأفعل به وهما صغتان قياسيتان يمكن أن نطبق جميع الأفعال عليهما قياسا ولا فرق من حيث المعنى بين هاتين الصغتين فعندما نقول ما أجمل الأدبة أو أجمل بالأدب نكون قد أفدنا معنا واحدا هاتين الصغتان تتكونان من ثلاثة عناصر الصغة الأولى من ما التعجب وفعل التعجب على وزن أفعل ومن الإسم المتعجب منه المنصوب دائما والصغة الثانية من فعل التعجب على وزن أفعل ومن الإسم المتعجب منه المجرور بحرف الجر لا يمكن استخدام الأفعال في هاتين الصغتين إلا بشروط وهي أن يكون الفعل ثلاثيا مثل جملة وكرمة وحسنة أن يكون تاما غير ناقص أن يكون مثبتا غير منفيه أن يكون مبنيا للمعلوم أن يكون متصرفا أن يكون قابلا للتفاضل للتفاضل ألا يكون الوصف منه على وزنه أفعل فعلاء مثل أعور عوراء وأخضر خضراء وهناك تراكيب خاصة للتعبير عن الإعجاب أو الحيرة غير القياسية وهي عبارة عن تراكيبة يتم استخدامها في صورة قوالب أهمها يا لا زيادة ضمير من اسم الضمير في هذا الأسلوب قابل للتغيير بين الغائب والمخاطب والاسم كذلك يتغير بين التذكير والتأنيث وبين المفرد والتثنية والجمع مثلا يا له من طالب يا لك من طالب يا لا زيادة اسم الاسم في هذا الأسلوب قابل للتغيير ويكون دائما معرفة ومجورا باللام مثل يا للخجلي هناك أيضا لله در زيادة ضمير أو اسم هذا التركيب يستخدم عن طريق إضافة ضمير أو اسم معرفة إلى لفظ در مثال لله دره في ساحة السباق لله در الشاعر لننظر إلى سبحان الله وهذا التركيب أيضا يستخدم في سياق التعجب وعدم القدرة عن التعبير عن المعنى فيلجأ المتكلم إليه ويكتفي بالسياق نعم تعدثنا عن أسلوب التعجب في اللغة العربية دمتم في أمان الله وإلى اللقاء في دروسنا المقبلة ترجمة نانسي قنقر